في العاصمة اليابانية توكيو تجمع النشطاء أمام مكتب رئيس الحكومة شينزوا بحاملين شعار التضامنية مع رهين الياباني لدى التنظيم المسمى الدولة الإسلامية الصحفي كانجي جوتو ديس 47 عاما الذي يهدد التنظيم بقتله في حال لم تتم الاستجابة لمطاربه فيما كان قد أعلن أنه أعدم رهينة الآخر المستشار الأمني هارونا يوكاوا التنظيم السياسي الديني كان قدم في بداية الأسبوع مهلة ثلاثة أيام لتدفع له توكيو فدية وإلا قتل مواطنيها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي وصف صباح الأحد اعدم هارونا يوكاوا بالعمل الشائن وغير المقبول على حد قوله وجدد دعوته التنظيم الديني إلى الإفراج عن الصحفي كانجي جوتو وأضف إنه يعتقد أن الاحتمالات كبيرة في أن يكون التشجيل الصوت والصورة التي أظهرت مساء السبت جثة مقطعة رأس لرهينة هارونا يوكاوا صحيحين وأن رهينة قد أعدم وشدد على أن بلاده لن تردخ للإرهاب وزير الخارجية الياباني كان قد صرح أمس السبت بأن الحكومة في حالة استنفار